لما أخرجت كتابي معجم تاريخ الحج قرأت أكثر من خمسمائة مصدر عربي وأجنبي مترجم ترصد عناية الدول بالمشاعر والحجاج أقول بكل فخر وبلا مجاملة أو تطبيل لا توجد دولة عنية بالمشاعر وبالحجاج كما تصنعه السعودية اليوم يدفعهم على ذلك أمور من أهمها أمران احتساب الأجر عند الله ورعاية الحجاج على أنهم ضيوف عندهم فهم يكرمونهم إكرام المضيف للضيف مشاريع إنشائية ضخمة قامت بها المملكة العربية السعودية بدءا من توسيعة المسجد الحرام في توسيعة لم يشهد التاريخ مثلها ثم توسيعة الجمرات والقطار السريع ومشروع طريق مكة هذا المشروع الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية قبل بضع سنين تسهيل للحجاج بدءا من خروجهم من بلادهم ثم عودتهم مرة أخرى في أمر يفوق الوصف مليون حاج يأتون إلى الحجاج يستقبلهم أكثر من ثلاثمية وخمسين موظف متطوع في مختلف قطاعات الدولة يخدمونهم خدمة عظيمة يذللون لهم الصعاب تبتسم لهم قلوب الحجاج قبل شفاههم وتدمع لهم فرحا أفئلتهم قبل عيونهم استقبلت المملكة العربية السعودية الحجاج بتجهيز أكثر من ألف مسجد ومصلى وتوزيع ملايين المصاحف بأكثر من ست وسبعين لغة وتقديم أكثر من اثنتين وثلاثين خدمة تتوعوية بأكثر من أربعين لغة والعناية بالحجاج عبر العديد من المشاريع التطوعية والتوعوية وتقديم الخدمات الخيرية لهم امرأة عربية تقيم في البرازيل ترسل رسالة عبر سفارة المملكة العربية السعودية إلى حكومة خادم العرمين الشريفين تتمنى أن تحج وهي لم تحج أصلا وإذا بها تكون ضيفة على المملكة العربية السعودية عند خادم الحرمين الشريفين ضمن أكثر من ألف ثلاثمية حاج يحجون ضيوفا عند خادم الحرمين الشريفين وألف حاج من فلسطين إلى المملكة العربية السعودية أنسيت من كان قبلك فلك من الثناء والدعاء ومن الله القبول والتوفيق لو كنت أعلم فوق الشكر منزلة أغلى من الشكر عند الله في الثمن إذن منحتكها مني مثذبة حذوا على حذوي ما واليت من حسني أسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يجزيها خير الجزاء